بسم الله الرحمن الرحيم ازايكم يا حبايبي عاملين ايه معاكم هيبة من كنوات بيتك اجمل معايا النهاردة هننظف مع بعض الفريزر وهقولك ازاي اللي انت تقداري تنظمي في كميات كتيرة وهو صغير بالحجم دوك كده ما تلاقيش هنخزن كل حاجة في الفريزر طول ما انت بنظموه طول ما هو فعلا انت بنظموه صح هتلاقي عندك مساحة صح تعالي مع بعضي كده ننظفه واحدة واحدة طبعا انا سبته يتوسخ بالدرجة ديت عشان اوريكو ازاي هنظفه وارجعه واكنه جديد زي الاول اه انا حطيت شوية مية كده بس صغيرين علشان خاطر لو في حاجة نشفة في حاجة لزقة اقدر المية تبوشها واللي انا لما يجي اصبنه يتشال معايا على طول وينضف بكل سهولة زي ما انت شايفة كده اه حطيت شوية مية وبحاول كده اعملها بادية لقيتها نشفة بسيبها لقيتها خلاص لانت معايا وبدأت اللي هي تشال هبدأ بقى اللي انا انظفه هتنظفيه بايه هيبة شوية صبون صغيرين جدا نقطة وشوية خل واللي سبونشة زي ما انت شايفة كده وهبدأ اللي انا ادعك فيه حتة حتة وفيه كمان اللي هي اللي اركان بتاعته اه انا عن نفسي بحط العيش في الفريزر فبينزل ردة كتير قوي اه فعشان كده بحب اللي انا انظفه كويس جدا عشان الردة ديت بتبقى اه لما تتراكم بتبقى مش حلوة كمان لما بيجي عليها مية بتبقى عاملة زي العجينة كده ما بتبقاش حلو زي ما انت شايفة كده بمسك صف صف لان الفريزر عندي كده تحس اللي هو متضلع شوية اهو كده آآ كمان الباب ما تنسيش الباب آآ شلت اللي رفوف اللي في الباب انا عندي في الباب في رف وفي زي آآ آآ من فوق كده آآ بص هوا رهالك دلوقتي ده كده الرف اللي تحت اهي اللي فوق ديت الخط دوت كده ده ما بيشلش بقى لكنه الرف اللي تحت هاشيله دلوقتي وهصبنه على على الحوض عشان يبقى سهل علي كمان لما يجي آآ ركبه يبقى نضيف زي ما انت شايفة كده انا غزلت الفريزر وخليته زي الفل بصي وفوق كمان ما تنسيش بقى اللي فوق فيه حتة كده في النص آآ غويته شوية حاولي برضو اللي انت تصبنيها عشان تبقى نضيفة معاك زي ما انت شايفة كده انا صبنتها وخلاص هركبها دلوقتي بس لسه طبعا لسه ما غزلتش الباب بتاع الفريزر طبعا ده ما اطرح الايس كريم بتاع الولاد وحاجات كتير قوي بيجيبوها آآ ببقى انا حط حاجات على الرف فهم بيضطروا اللي هما يحطوها في الباب بعد ما غزلته بقى بحاول اللي انا انشفه كمان بنشف الحتة اللي انا بقولك عليه هدية دي زاوية كده في الرف بتاع الفريزر لازم كمان تتأكدي اللي هو ناشف صح يعني ما ينفعش اللي انت تحطي شغالي بقى الفيشة وهو في مية هيعمل تلج حتى لو الفريزر ما بيعملش تلج انا قبل كده حصلت معايا وعمل تلج آآ مش تلج كتير بس بيعمل طبقة تلج خفيفة قوي فاحنا لازم نتجنب النقطة ديت طبعا انا ما بجيش جنب الفتاحات اللي هي في الفريزر ديت بحاول اللي انا ابعد عنها خالص عشان ما فيش مية تنزل جواها زي ما انت شايفة كده الفريزر بقى عندي مية مية جبت بقى فوتا ناشفة خالص ما فيهاش اي حاجة وهناشف بقى الفريزر واحدة واحدة كل حتة في الفريزر هناشفها مش هسيب حتة من غير ما ناشفها وكمان الباب هناشفه معايا ركبتي طبعا الرف اللي في الباب وهناشفه حتة حتة زي ما انت شايفة كده وكل الزوايا وكل حاجة في الفريزر لازم تتنشف كويس جدا عشان تتأكدي اللي مفيش مية خالص بعد كده بقى هجيب مفارش انا جايبة مفارش كده كانت عندي بصراحة فقط رحت على نفسي اللي انا احطها في الفريزر هتديني شكل حلو قوي بلاش بقى نجيب شنطة ونفتحها ونحطها كده كيس بلاستيك اعرف الناس بتعمل كده لكن دلوقتي بقى يعني لازم يعنينا تبقى مستريحة للحاجة فحطيت كده مفرش اللي هو البلاستيك العادي خالص حطيت واحد فوق واحد تحت قصتهم على قد المقاس بالزبط هبدأ بقى لانا ارس الحاجة بتاعتي بترس الحاجة ازاي هيبة انا جايبة البوكسات ديت بجد عملية قوي وحلوة جدا 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 وما بيحصل لاش اي حاجة في الفريزر جربيها مش هتندمي حتى هاتي اتنين صغيرين وبعد كده لقتيها عملية معاكي اشتري من الكبير انا عاملة واحد بحط في العيش وان شاء الله لما انزل هشتري تاني واحد بحط في الخضار وكمان بقى عندي قلبة صغيرة كده بحط فيها اللحوم زي ما انت شايفة كده ده فلفل انا مفرزها وطماطم كل حاجة كل حاجة بفرزها بحطها في البوكس دوك كده ده جزر وكمان التوم كل حاجة بحطها في البوكس دوك لما بكون عايزة حاجة بخرج البوكس كده وطلع اللي انا عايزها ودخله تاني ودي اوليب التلج بقى بحط فيها تلج وبلفها كده تبقى سهلة علي يعني هنا حطة كنافة في الباب الفريزر وحطة كمان هرست الشطة زي ما انت شايفة كده البوكسات دي حلوة قوي جرابي تشتريها بتتبع في كل المحلات الادوات المنزلية سعرها رخيص قوي مش غالية انا كنت جايبة البسكت الزغير بعشرة والكبير بخمستاشر تقريبا كده انا مش فاكرة قوي بس هو تقريبا السعر دوت والعلبة اللي فوق ديت انا حطة فيها توم طبعا انا مفرزة توم في العلبة ومفرزة توم في اكياس اه في اه في التوم في الاكياس حطة مع البسكت اللي في الخضور والتوم اللي في العلبة حطة زي ما انت شايفة كده اه حاولي لما تيجي تعملي اي حاجة هتفرزيها في الفريزر تيطبق الكيس بطريقة معينة تخرجي منه الهواء عشان لما بتحط في الفريزر بياخد مساحة عالية قوي اه نتجنب الموضوع دوت عشان نقدر اللي احنا نخزن كميات كبيرة من الحاجة في فريزر زغير اه طبعا عشان الروايح كلها بقى ما تروحش على بعضيها انا بجيب كيس فانيليا زي ما انت شايفة كده ويدوب بفتحه بس مش بعمل اي حاجة تانية غير اللي انا افتحه وحطه كده في اي جنب من الفريزر اه علشان خاطر يمتص اي روايح من راحة الطوم راحة اللحوم اه راحة اي حاجة حطها في الفريزر الفانيليا بتمتصها بتبقى كويسة جدا ما عندي كيش فانيليا ممكن كتعة فحم صغيرة بس انا مرضيتش احط فحمة لما متوفر عندي فانيليا زي ما انت شايفة كده قد ايه النزام حلو النزام حلو يا جماعة حاولوا ننظمه كل